حالة من الجدل تشعل تويتر المصري منذ الأمس بعد مقتل شابة أثناء مظاهرة سلمية قرب ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية وهي الحادثة التي استثارت الشارع المصري غضبا وتوالت تفسيرات المغاردين حولها في هاشتاغ أطلقوه باسم الضحية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ليتصدر الهاشتاغ تويتر المصري منذ الأمس الحادثة انتهزها الإخوان بقوة لبدء حملة جديدة ضد الداخلية عبر مواقع التواصل روج لها قياديون وقياديات في تنظيم منهم عز الجرف متهمين عناصر الأمن بقتل الصباغ حسب شهود عيانهم لكن سرعان ما تكشف زيفا شهادات يمتلك فها هو أحدهم يقسم بأنه شاهد الحادث بأم عينه أمس وأن الضابط هو القاتل ليتضح من التغريدة أنه يقيم أصلا في دولة أخرى ونسي إغلاق خاصية إظهار المكان الأمر الذي يكشف حجم التضليل الذي يلعبه هؤلاء مستغلين في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة الأخوان أنهم يتحركون وفقا لكتالوج قديم ليست لديهم قدرة على الابتكار لعبتهم ضد الداخلية عادت من جديد من ناحية أخرى أكد الكثيرون أنه ليس من المنطقي ولا من صالح الشرطة أن تشعل رأي العام ضدها بقتل ناشط الصباغ بتلك السذاجة خاصة في ذكرى ثورة موجهين أصابع الاتهام للإخوان من جهتها نشرت الشرطة المصرية عبر صفحتها رسمية بتويتر بيانا أمنيا بعنوان الشرطة لم تقتل شيماء الصباغ أكدت خلاله أنها رصدت تجمعا مكونا من حوالي خمسين شخصا قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ وتفرقوا بسرعة فور وصول الأمن وتبعها بعد ذلك بلاغ بإصابة إحدى المشاركات وتدعى شيماء صبر الصباغ مؤكدة في بيانها أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث مهيبة بالمواطنين كافة ضرورة الحذر من مثل تلك التجمعات خشية دساس العناصر الإرهابية التي احترفت القتل وأحداث الفتنة والوقيعة بالشارع المصري جدير بالذكر أن كاميرا نشرة تويتر رصدت غريدة لداعشي شارك في الهاشتاغ قائلا بأن المواجهة ليست مع الجيش والشرطة فحسب هناك من الشعب من هم أشر الناس وذلك حسب تعبيره ما يفتح الباب أمام سؤال محتمل هل داعش هي من قتلت شيماء الصباغ؟ ترجمة نانسي قنقر